السلام عليكم وياكم زميلكم علي أثير في قناة Medlicense إن شاء الله اليوم سنأخذ المحاضرة الأولى ضمن موضوع المصطلحات الطبية Medical Terminology في هذه المحاضرة سنططي الأساس لهذه المادة وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة سنأخذ مصطلحات بكل فيديو تختلف عن الفيديو اللي وراء حتى في نهاية الكورس هذا تكتبني عندنا المعلومات من الناحية الطبية تعتبر هاي المادة من المواد المهمة ليش؟ نتوفرنا الأساس لفهم كل المحاضرات الطبية أوكي؟ إن شاء الله شوية شوية نساعد بالأمر ووصل على الأمور سهلة وواضحة أوكي؟ أتمنى أنكم فيديو وسهل وواضح إحنا نحتاج تعاونكم ويانا أي سؤال عدكم كتبونا بالتعليقات وتواصلوا ويانا اطلونا رأيكم بالفيديو حتى نعرف مدى تقبل المعلومات عدكم ومدى فهمكم أيضا للمواد أوكي؟ نبدأ على بركة الله مادة المصطلحات الطبية عندي ثلاثة رئيسية فين هنا ثلاثة رئيسية؟ اللي هي prefix، الروت، الصفكس البادئ، البادئ، جدر المادة واللاحقة أوكي؟ البادئ اللي هي من اسمها بادئ تجون في بداية الكلمة والروت ثابت هذا هو ثابت أوكي؟ اللي تغير ياها هو التغير البرفكس والصفكس اللي تغيرها والصفكس هي اللاحقة تجون بالنهاية أوكي؟ أوكي، عندي فتشي يسمون كومباينينج فور، يعني فتشي أداة ربط أوكي؟ فتشي أداة ربط حسن، ناخذ فتشي أداة ربط، حسن، ناخذ فتشي أداة ربط، أوكي؟ نوضح عليه البرفكس والروت والصفكس والكومباينينج فور في حال موجودة أوكي، هذا اعتبر مثال بسيط، سناخذ اليوم إن شاء الله بالمعارات القادمة، سناخذ مواضيع تخص المصطلحات الطبية المثال ما لاتنا Hyper-Libidemia ترجمت ماذا هو ارتفاع مستوى الدهون في الدن؟ زيان Hyper-ارتفاع هذا ماذا هو هذا؟ Perfect زيان ياها هو الارتفاع الروت شوف الروت الليبد هذا الروت مالتي زيان Hyper-Libid الصفكس مالتيه هو EMEA هذا المصطلح EMEA معناته شنو؟ بالدم حالة الدم، حالة المادة في الدم Hyper-Libidemia Hyper-ارتفاع Prefix Lipid هي الروت يعني الدهون دهون مرتفعة الدهون مرتفعة؟ بال EMEA الوين؟ بالدم يعني ارتفاع مستوى الدهون في الدم أوكي؟ أوكي مرات يقول لك أنت تقدر تستخدم الروت تضيف لفد فد حرف معين حتى يربط من خلال نقدر ربطه و كلمة أخرى مثل شنو يعني؟ إذا جبنا هذا الليبد أوكي، شوف هاي الليبد هنا أو تعال بنا عنه أحسن أوكي، هذا الليبد شوف هاي الليبد جبناها الكلمة لليبد باختصارناها هدفنا حرفين لخيارات I وال D وفناها حرف الأو هاي الأو الأو من خلالها راح أقدر أربط كلمتين سوية شوف شو بطل هنا ربط الليب اللي هي الليبد مع السكشن زين في حال جمعنا هاي الكلمتين اللي هي اللايبو سكشن اللايبو سكشن بالعروب معناها شفط الدهون سامع حالة عملية ما شفط الدهون وهال هي هاي معناها هي هاي اللايبو سكشن اللايبو سكشن اللي هي شفط الدهون أوكي؟ من خلال شوف من خلال حرف الأو من خلال حرف الأو بقدرت أربط كلمتين سوية بقدرت أربط شنو؟ كلمتين سوية تمام؟ تمام زين بعد مثال آخر على الحالة مع البروفيكس والروت والصافيكس شونه المثال الآخر عندي هايبار وبروتيني 왜 هس انت سهل أصاد عندك شون نقدر نقسم هايبار إلى البروفيكس أرتفاع البروتين بروتين هو الروت اوكي البروتين عالي بروتين وانساعد بالايميا بالدم بروفيكس روت صافيكس اوكي بروفيكس روت وصافيكس خلنا أخذ أيضا مثال آخر هايبر انسولينيميا هايبر انسولينيميا شنو يعني معناها يعني نجي كلمة كلمة قسمها كلمة كلمة اول شي هايبر ارتفاع الانسولين اكيد تعرفوا هرمون الانسولين اللي يصيدر على مستوى السكر في الدم غالتنا ايمية يعني شنو حالة الدم تدمج به الدمالتي بزيادة في مستوى الانسولين هايبر انسولينيميا زي الواحد يقول انا شو نقدر اعرف كل كلمة هلية برافكس والصفكس انا اقول لك شلون انت من خلال فهم المصطلح الطبي يتكون من هاي التشعرات البرفكس والروت والصفكس ومن خلال من المحاضرة الجاية رح ناخد انواع البرفكس ناخد انواع الصفكس ناخد الروت الهواية اوكي وضعها ما تناخد الكمباينينج فور انت من خلال تكونها في براسك يعني تكون في الذاكرة تخص لني المصطلحات رح تعرف كل المصطلح شينو معنى وشوكة نستخدمه وشينو دلالة مالتك اوكي وكيد هاي عم من خلال معفد لني المصطلحات انت في خلال دراستك الطب من نانة والحد ما الله ياخد اوانتك يعني اوكي رح تفتنم كل مصطلح طبي تسمعه اه في اي مكان سواء في فيديو او تقرأ في كتاب او على بوست بالفيسبوك الانستجرام وغيرها يعني تمام تمام زيان اوكي هذان نفت امثلة بسيطة من خلالها انا اقدر حكتهم البريفيكس والروت والصفكس وكمباينيج فور انا غلط من فيديو هاده اعطيك فت شي بسيط اوكي تمام حتى الفيديوات الجاية اتوسع بي اوكي انت همشي تفتهم الاساس مال او اتكلم شي انشاء الله زيان عندي فت بعد شنو عندي عندي البريفيكس البريفيكس والآخر خلنا اخذ الموفمنت سهلة الموفمنت الحركات انواع الحركات اوكي ايضا بها انواع اللي هي الفلكشن اكستنشن الادكشن الابدكشن والروتيشن زيان فيه الفلكشن اذا مثلا اخذنا على الحركة ما هذا المفصل مفصل الالقو هذي مفصل الالقو شوف اهى وفق فى حركة اه معناها أنه يقل للزاوية ولل مقوت شخو عكسه زائد الزاوية ولل مفصل بعد ogduction أبعد الثانية ماذا هي الدكشن ؟ يعني أضيف يعني ماذا أقرب الشيء من جسم الإنسان هذه الدكشن أبعد الدكشن أقرب الدكشن أبعد الدكشن أقرب و المفصل و المفصل هذا المثال المفصل مالتنا هذا طبعا كل مفصل إلى حركة خاصة بي لكن أخذت المثال على المفصل إلى حركات إذن غير الزاوية ماذا زائد الزاوية أبعد الدكشن أقرب وبعد الروتيشن ماذا هي الدوران اللي هي بيها نوع إنترنال روتيشن و إكسترنال روتيشن تأخذها إن شاء الله بالمحاضرات التشريحية زيان زيان بس إذا أخذنا مثلا الإنترنال إكسترنال روتيشن على المفصل إلى إلقو وهذا إنترنال روتيشن أوكي وهذا إكسترنال روتيشن تشوف بالنسبة إنترنال يعني دوران داخلي وأكسترنال دوران خارجي تمام؟ تمام جيد شباب أخذ الاتجاهات سوف تفتهم بالتشريح لازم تفتهم بالتشريح لازم تفتهم هاذا تفتهم مفتش الأعلى موجود الأسفل القريب البعيد الأمام الخلف ضرورة كل شيء شوف باو علي سوف تفتهم سوف تفتهم أعلى سوف تفتهم والانفريار سوفلي سوفلي الأمام إنجم الانفريار أمام بينما البوستيرر لا بالخلف ما هو البوستيرر بالخلف جيد مرات ما نقول انترير و بوستيرر نقول كلمتين بدأل ما نقول انترير السمية نسمىها الفنترل المفتش موجود بالأمام والبدأل ما نقول البوستيرر هاذا هاذا نقول دورصل ت Lagann انترير امام البوستيرر الخلف نتوقعنا هنا خلف حيث إمامك واحد موجود خلفك صديقه كله هذا موجود anterior to me anterior to me بينما الخلفي بوجود posterior to me posterior to me ليش نفيدها إن شاء الله نتخذ المحاوضة المنتشريح رح تاخذ فالشي يسمى الانتوميك ريليشن علاقة التركيب مع التراكيب المجاورة راح تشوف هذا التركيب مثلا الكلت تشوف التراكيب موجودة أمامها و تراكيب موجودة خلفها فأنت ضرور الاتجاهات تفتهم حتى تفتهم التراكيب في المستقبل إن شاء الله بالتشريح و قلنا همات بدل ما أقول انترير أقدر أقول فنتر وبدل ما أقول بوستر أقدر أقول شنو دورزل سوبر عالي سوبر و الانفيرير همات أقدر أختصرهم أقدر أخف مختصر وإنما الطين فإن مصطلح آخر شنو هو بدل ما أقول سوبرير أقدر أقول سيفالو سيفالو يترجع أمي لسيفالك الرأس يعني سيفالو عالي إلى الأعلى والكودل أسفل كودل إلى شنو إلى الأسفل كودل إلى الأسفل زين بعد أندي في المهمات المهمات اللي هي البروكسما والدستل شوف هذا جسم الإنسان هذا جسم الإنسان انت كل ما تتجه باتجاه جسمك اوكي قل عليها بروكسما بروكسما والدستل وكل ما تبتعد دستل تقول الساعة والإيد هاي الساعة تكون دستل هنانا بينما الكف ما الإيد يشبيه بروكسما اوكي وهكذا إذا شئ قريب بروكسما وإذا شئ بعيد تقول عايشون دستل زين؟ زين بعد إذا خذنا الوقفة التشريحية مع جسم الإنسان هذه التشريحية مع جسم الإنسان اوكي أكفت من خلال تقرأ مصطلحين مهمات التشريح شوف هاي الفورارم بها عظمة المهمات من هاي الجهة هاي الجهة عظمة الألنة اوكي وهذا انها عظمة الراديوس عظمة الألنة وعظمة الراديوس فمراتب يقول لك هذا موجود شنو على الألنر سايد وهذا موجود شنو على الراديوس سايد اوكي بعد عندي فد اتجاه المهمات المهمات فيها الميديال واللاترال كل ما تقترب من هذا الأكسس شوف هاي تتخيل فد محور تخيل فد خط وهمي يمر في منتصف جسم الإنسان اوكي هذا الخط أقدر أوصفي الشغلات من حيث قربها إليه باسم الميديال واللاترال شوف هاي ايدك شوف شون قريبة تكون شون ايدك ميديال يعني تبافت شي قريب كل ما تقترب من الأكسس ميديال كل ما تبتعد لاترال تقترب ميديال تبتعد لاترال فسهلا ما بي اشي تخيلها أنا ليس صرت الفيديو هذا أنه أنا أقدر أقدر أصورها بالآيباد وهي لكن صورت فيديو حتى تفتهم إذا إن شاء الله قطرت لك هذه المحاضرة مهمة أساس لكل شيء تناخذه في المستقبل إن شاء الله اوكي نعيدها نعيدها بالفورام شنو عندي بالفورام عظمي ألنة على هذا التجاه والرديوس زين أسألك سؤال يا هو الميديال الألنة للرديوس الألنة هو ميديال زين والرديوس هو لاترال أوكي الراديوس هو لاترال على هذا الأساس على أساس أن العظمين نضافوا اسمين آخرين بالتجاهات يا هو الألنة والرديوس يعني عادي تقدر تقول ميديال لاترال أو تقدر تقول ألنة رديوس السهلات مابي شي بد Pattern ما تقول الأ disparد عن decision هذا يطبق هذا عن عظم الساق الموجودة في الجمال عظم الساق أيضا بياه عظم المهمات للها هي تيبيا والفيبيولا التي بياه تكون قريبة على المحور والفيبيا تعرف مالف بياه تكون د nonc مثل التيبيا تعيد quant تكون د Arendt والفيبيولار بعيدة تكون شنون؟ لاترال فتقدر توصل في شاء الله تكون تيبيال وتكون فيبيولار التيبيال قريب يعني قريب من النحوة والفيبيولار على الجانب لاترال جانب يعني بعيد زيان زيان نعدي التجاهات حتى ما ننسى التجاهات مهمة شباب التجاهات مهمة ركزوا يا ايه سوبرير انفيرير اوكي انتريار و بوستريار او او دورزل دورزل خلصنا خلصنا بعد كل ما تقترب تبتعد شنو؟ لاترال زيان هاي من ناحية المحور هاده وبعد كل ما تقترب الجسم الإنسان و كل ما تبتعد لبعيد تكون دستل سؤال على هاته ما تنساها بعد هاي شنو منطقة تشريحة المنطقة؟ الهاند وهاي شنو هاي المنطقة؟ الار اوكي زيان اذا سألتك يهو البروكسمال يهو الديستل بيهن اوكي ركز بيهن كل ما تخترب يعني شنو؟ الارم بروكسمال و كل ما تبتعد الهاند دستل اوكي صارة سهلة ما أقل اشي زيان؟ زيان بعد اخر موضوع مالتنا يهو البلينز شنو البلينز؟ النيتريد يتقطع جسم الإنسان بالطب العدلي اكفد مقاطع تشريحية اوكي مقاطع تشريحية ليه هاي الكورونال او اسمه بالفرونتال ساجتال ميديان ترانسفرز بسمه بالهورزنتال والوبليك شوف من اسمه كورونال تاجي يعني هاي يكون القطع هذا هاي يكون القطع شوفها عدل شو هاي عدله؟ هاي يكون القطع يقسم الجسم الإنسان الى قسمين أمامي و خلفي أمامي و خلفي شوف هذا كورونال يقسم الجسم الإنسان الى قسم أمامي و خلفي هذا هو الواحد الساجتال طولي هاي يكون القطع شوفه الساجتال هاي يكون القطع هاي يتو ينزل بالنانو ينزل بالطوي جيد بالمنتصف 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 على طول اسم الإنسان بالمنتصف يعني يقطع بالنص بأنه بالنص قطع يعني شنو؟ يقصد جسم الإنسان إلى جزئين جزئ يمين وجزئ يسار أوكي؟ أوكي ترانزفيرس هوريزنتال يعني شم هذا ترانزفيت بالعرض؟ يقطع بالعرض شايف أنت متجيب رقية وتكون حمرة أوكي وباردة وشار تكون بالصيف والدنيا حارة وتكون رقية باردة تجيبها الرقية وتقصها بمين بالعرض؟ أوكي تقصها بالعرض؟ يعني شون تقصها؟ هوريزنتال و راح تشوف أوبليك شوف الأوبليك لا هي طول ولا هي عرض هي شنين فتشي مائل من حرف يعني هيش فتشين حرافي أوبليك فتشين حرافي سموه بالأوبليك قطع أوبليك بعد زين واحد يقول أوكي أنا سأعرف أنه كورونال سجلتال وميدين وهاي شي استفاد من شنين يعني؟ أنا أقولك شي استفاد من تقطع جسم الإنسان من هاي الهوريزنتال راح تشوف جسم الإنسان هاي الهوريزنتال من فوق تشوفه كأنما أوكي زين من تقطع كورونال راح تشوف التراكيب الأمامية شون موجودة وشوف تراكيب الخلفية شون ترتيبها سائرة ومن تقطع سجلتال أيضا شوف التراكيب يعني أنت كل قطع يفيدك في الدراسة التشريحية لقسم الإنسان أوكي؟ كل قطع يفيدك في الدراسة التشريحية ما على أثنان نعيد كورونال أو مسمى فرونتال ساجتال ميدين هوريزنتال ترانسفرس أوكي؟ أوكي أشوف خلنا أخذ بعض مثال على خصوص البرفكس و الروك و صفكس أفضل يعني بعد ما خلصنا كل دني نأخذ مثال على دني حتى نختم الفيديو مالتنا شوف شباب شنأخذ مثال هايبر لبيديني هايبر بروتيني خلنا أخذها شوف بعوي هايبر كالسيمية شوف ركزي هاي نعيد هايبر شنو؟ بروفكس معناها ارتفاع الكالس جاي من كالسيوم أوكي نطقيهات جاي من كالسيوم خبش ما صعبه كالس كالسيوم إيمية يعني حالة الدم شبيه الدم مالتنا؟ الدم مالتنا بارتفاع يومنستوى الكالسيوم هايبر كالسيمية ارتفاع مستوى الكالسيوم بلدن قسمها بروفكس 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 تمام؟ تمام؟ بروفكس 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 والإيمية عالث الدم مش بيدمالتنا بارتفاع بمستوى الصوديوم بارتفاع في مستوى الصوديوم بريفكس بروت صف اكس بريفكس وروت وصف اكس اذا اني كما يخص مقدمة بسيطة اللي اخذناها خلنا عيد الموفمنت واللينو والدركش حتى ما ننسوها إن شاء الله 指 وازن ابتكشن ابتكشن ادكشن و الانثانل روتايشن وانثانل روتايشن بعد بالنسبة للديركشن سوبرير بوستريار انتريار فنترال بوستريار دورزال بروكسمل دستال وميديال وشنو لاترال بعد قلناها ما تنفسش من الرجل كن ما تختار من الرجل عظم التيبيا عن تيبيا وفيبلر زين اللي بناعين كورونال فرونتال ميديان ساجتال ساجتال أوبليك ترانسور هوريزنتال أوكي أي هذا فيما يخص الجزء البسيط من محاضرة اليوم هاي محاضرة أساس فهمها يساعدنا في فهم المحاضرات الجاية أصلاكم الفيديو أتمنى يكون ماضح أي سؤال أو سبسرنا هذا بخدمة شوفكم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية مع السلامة